الله أهلا بكم في روضة القرآن وهذه الحلقة الثانية عشر بعد المئة السابعة نتناول آيات من سورة البقر الله سبحانه وتعالى يلفظ أنظارنا إلى موضوع الإنفاق في موضوع الإنفاق الإنفاق عاوز قوة إيمان يعني إزاي أنفق وأنا فقير خير الصدقة صدقة الفقير خلي بالك يعني ودايما زي ما أقولوا عليها بتهون على الفقير ما بتهونش على الغني يعني ساعة لما يلموا تبرعات الناس الغلابة بتدفع أكثر من الأغنياء مرة دخلنا على بعض الناس كانوا بيلعبوا كوتشين على فلوس بيلعبوا أمار فكانوا بيلعبوا على أمار أمار ومعاهم فلوس كتير جدا يعني حطين إقوان فلوس كده بيلعبوا عليها ألفات الجنيهات وبعدين قلنا لهم إن إحنا بنبني مسجد لله وكذا وكذا فطلعوا ربع جنيه والله العظيم ربع جنيه للمسجد ربع جنيه للمسجد وألاف الجنيهات للأمار الشيطان يعدكم الفقرة وأموركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة والله واسعون عليه لله مسك أوي للشيطان لا ننفق يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يتذكر أولو الباب ربنا آتنا الحكم يا رب رزقنا الحكم يقول تعالى في سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويعلمه وما للظالمين من أنصار في موضوع النفقات آيات كثير أوي آيات كثير أوي جاء على النفقة إن تبدو الصدقات فنعم هي في بعض الأحيان بيبقى يبدأوا الصدقة مهم ساعات يبقى لنا زميل أو زميلة مريض في العمل وهو صاحب أسرة فإحنا بنلم من بعض عشان نوديله حاجة ففي هذه الحالة كل اللي دفع مبلغ معروف ده دفع خمسين ده دفع مية ده دفع متين بنلم من مبلغ الراجل داخل عملية الست مريضة جزء توفق في الأعمال بنعمل كده فعشان كده ربنا بيقول إن تبدو الصدقات فنعم هي ساعات يبقى ظهورها واضح وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خيره لك وساعات بعض الناس من اللي معانا يقول لك لا أنا مش هدفع معاك يا جماعة عشان ده حطت خمسين عشرين تلاتين لا أنا هروح لوحدي وادفع أنا ألف جنيل ووحدي من غير ما حد يشوف إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خيره لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وعلى فكرة الصدقات دي لا فوقت كتير جدا الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار الصدقات سبب في زيادة الرزق الصدقات سبب في النجاح الصدقات سبب في إنجاب زرية الصدقات سبب في الشفاء في شفاء المريض يعني داووا مرضاكم بالصدقة فساعات يعني جالي مريض يقول لي أنا بتداوى بحاجتين بالصدقة كل يوم بنيت أن ربنا يشفيني العلاج بالصدقة والعلاج بالدعاء عشان كده ربنا بيقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي لما تظهرها في كون إظهارها أفضل وإن لقيت إنه إخفاء أفضل تخفيها وإن تخفوها تغطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ولو ما تعملون خبير في موضوع الصدقات والإنفاق آيات كتير جدا في سورة البقرة يقول تعالى ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقه من خير فلئ أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله اللي أنت بتطلعه دليك إزاي اللي أنا بتطلعه لي النبعي الصلام بيقول يقول الرجل مالي مالي عمله الفلوسي فلوسي فلوسي وليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت وما لبست فأفنيت وما أكلت أو ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت يبقى أنا اللي أنا بأكله في الدنيا دي لؤمة أكلها مش كل أكل الدنيا لؤمة بس ومش كل لبس الدنيا ده هدمة تسطر العور ما لبست فأبليت وما أكلت فأفنيت وما تصدقت فأبقيت ما عندكم ينفد وما عند الله باقي عشان كده اللي أنا بتصدقه ده الحمد لله إن شاء الله هلقيه من الأيام عشان كده ربنا بقول إيه وما تنفقه من خير فلي أنفسك أنا تصدقت بألف هجيلك عشر يعني كنا بقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنت عملت تصدقه ده بألف وعشر تلاف ومئة ألف ليه قال وماذا أفعل أتصدقه بألف دينار في الصباح فيأتيني الله بعشرة آلاف في المساء كل ما تصدق بألف يدين عشر تلاف في نفس اليوم في ناس كده آفين جرب كده وما تنفقه من خير فلي أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله بس شرط يكون نية صديقة لله يعني أنا مش بنفق عشان يجيلي مش هعمل ربنا اختبار ما بعملش ربنا امتحان أنا أتصدق بمئة وستنى مش هو يجبهم لي ولا لا فعش كده كده منفعش او مش شرط يرجع لي فلوس من كده يرجع لي نجاح يرجع لي حاجة تانية وما تنفقه من خير فلي أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقه من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلموا ما فيش حد يظلم أبدا والله العظيم ربنا ما بيضاع خير أبدا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله هم دول الأولى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون يعمل يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تجدوا كده متعفف عمرك ما تحس أنه ده فقير يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف الجاهل اللي هو ما يشعرفهم على حياتهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف ما بيشحطوش أبدا دل الدور عليهم وتدينهم الفلوس لا يسألون الناس إلحاف ما بيسألوش الناس صدى وما تنفقه من خير فإن الله بيعليه آيات الإنفاق كثيرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا بالليل والنهار في صدقا وديها بالنهار وفي صدقا استنى لا يجي الليل عشان ما نكشفش السائل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وعلى قد ما تفرج على عباد الله على قد ما ربنا يفرج كاربك الذين يأكلون الربا في ناس بقى تحب تتصدق فيبقى لها عند ربنا وفي ناس تقولك لا انت عايز كمية هتاخد المية دول تجيبوني بعد شهرين متين البنوك كلها هايمة على كده الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوموا الذي يتخبطه الشيطان من الماس الله نعمل ايه احنا بنكل ربا وشغلتنا الربا واحد يقولك ده الربا هو الربا الفرد بس لكن الربا البنك لا طب انا هقولك على معجزة واحد يقول زميله انت هتحط الفلوس في البنك مع عشر تلاف جنيه قال له انت هتحطهم في البنك قال له لا يديك كامل بنك قال له يديني عشرة في المية قال له يعني يعني على كل الف مي جنيه يعني العشر تلاف هيدوني في السنة كام الف جنيه قال له انا اديك الفين اديني العشر تلاف وديك كل السنة الفين يبقى الراجل بيشتغل بالفايز او بيشتغل بالربا اكتر من البنك واحد يقوله لأ الربا بتاعك انت حرام الربا بتاع البنك حلالش معنى عايزة فهم يعني زي واحد يقول لك ايه واحدة ترقص كده في وص الرجال حرام انما لو هي في فرقة رأس شعبي وبيرقصه عشر بنات يعني رأس شعبي كده يبقى رأس شعبي حلال والرأس في الافراح في وص الرجال حرام يعني يعني ايه مش فيه ما الربة ريبة ريبة الافراد يحرام وربة البنوك يحرام طب انا بقى البنوك ده تعامل عالمي زي الخمرة كده الخمرة في جميع السفارات في جميع الدول تخش السلك الدبلوماسي تلاقي الناس كلها حطة خمرة الخمرة من بروتوكولات السياسة تلقيها ازاي جميع السفارات فيها خمرة وجميع البنوك فيها ريبة بيقولك انا متعامل مع البنك الامريكي والبنك الدولي والبنك البتاع كلهم بيتعاملوا بالربة نتعامل نحن غير ريبة ازاي طلعنا فكرة بقى اسمها فكرة البنوك الاسلامية البنوك الاسلامية بدل ما اقول لك ان النسبة دي ربا لا اقول لك دي نسبة دي اه حلالة. تطلع وتنزل. علي اي اساس احنا جدعانة يعني. طلعها شوية ونزينا شوية. انما البنك الاسلامي هو البنك الرباوي. حاطت تلاتين في المائة من رسماله في البنك المركزي. وحاطت نسبة سيولة بتاعته عشر عشرين في المائة. وعشر عشرين في المائة مشروعات. ما للفايدة اللي بتطلع وتنزل ايه? السنة دي خلناها تسعة. سنة بعدها احضاشف. سنة بعدها سبعة. يعني. انما هي هي. نفس المعاملات. نفس الوعاء. نفس البنك المركزي. نفس. واحنا فرحاني. الذين يكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان. يتخبطه الشيطان من المس. تخيل واحد. ربنا سبحانه تعالى باكمسه الشيطان. فعمالي الدر وحكتنا. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ده الحل بقى. وهنت دلوقتي بتقول لي يا دكتور. يعني ايه الفرق ما بين الربا ومشي الربا. طب انا دلوقتي عايز فلوس يتزيد. لو حطتها في البنك ودانا عشر في المئة بتقول لي لا. طب اشغلها ازاي? شغلها في البيع والشراء. عندنا شباب مش لاقي شغل. نفتح محل نجيب واحد عنده خبرة في مشروع. نقوله تعالى نشتغل كلنا. وانا وانت على الله. المكسب بالنص. ده مش ربا. وقالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله والبيع وحرام الربا. في ناس ممكن تبيع تبيع بضايع. تلاجات غسلات عربيات. وتعمل للسلعة سعرين. سعر عاجل. فوري. وسعر اجل. سعر بالقصط. طيب ما السعر اللي بالقصط زيادة. بس حلال. ليه حلال? لانه انا بجيب سلعة. اللي بيجيبها وابيعها بكسب كتير. اللي بيبيعها وتتريكن لازم فيه نسبة ربح تانية. فالناس بتوع المرابين قال لك طب ما البيع زي الربا. البيع اللي بتاخد في نسبة عليها. ما زيه زي الربا. انا بديك فلوس. وقال لا. لازم يكون فيه سلعة وبيع ويشتري وناس بيشتغل. واحل الله البيع وحرم الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءوا ما وعزتهم من ربي فانتهى. فلو ما سلفوا امروه الى الله. ومن عادة فأولاك اصحاب النار يوم فيها خالدون. عشان كده ايات الربا دي عايزة شرح كتير قوي. ليه? لان تلاتة ربع الناس حطة فلوسها في البنك. ولما يجي معادة الصحب بتسحب الوديعة او بتسحب الفايدة. وبتاكل مين? مش عايزة اقولك تلاتة ربع الناس مشي على كده. ومرحة بالها. هل ده امان? ولا ده ربع لي عذاب? ان شاء الله نشوف ده في حلقة قادمة. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.